كسوف الشمس Solar Eclipse حان الآن موعد برنامج الأطفال تفضل يا دكتور راشد ها هو كفدأ نبأ عاجل تهيب الرئاسة العامة للأرصاد بالمواطنين أن يلتزم عدم النظر المباشر لأشعة الشمس خلال كسوف الشمس غدا من الساعة الحادية عشر صباحا وعشرين دقيقة حتى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وست وعشرين دقيقة هل هناك مشكلة ما؟ لا يا فاطمة ولكن ستشهد المملكة غدا كسوفا للشمس وما المقصود بكسوف الشمس يا أمي؟ هو ما تفعلينه الآن يا فاطمة وما الذي أفعله؟ لقد وقفت بيني وبين التلفاز فلم أعد أستطيع رؤيته كذلك كسوف الشمس فهو ظاهرة تحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس وما سبب هذه الظاهرة؟ يحدث كسوف الشمس بسبب حركة القمر حول الأرض فعندما يكون القمر في أحد أطواره أثناء دورانه حول كوكب الأرض وهو المحاق تكون الأرض والشمس والقمر على استقامة واحدة فيحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض أو عن جزء منها وهل يستمر كسوف الشمس طويلا؟ لا يا فاطمة فكسوف الشمس يستغرق حوالي ست دقائق وأربع وخمسين ثانية وماذا سيحدث لو نظرنا إلى ضوء الشمس مباشرة أثناء حدوث ظاهرة الكسوف؟ إن النظر إلى الشمس أثناء حدوث ظاهرة الكسوف يضر بالعين وقد يذهب بالبصر خلال دقائق حيث تبعث الشمس أشعة ضارة جدا مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء لذا لا بد من ارتداء النظارات المخصصة لذلك شكرا لك يا أمي والآن سأزيل كسوف التلفاز عنك حسنا وعليك أن تذكريني غدا بأن نصلي صلاة الكسوف فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحدا من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم سأذكرك بإذن الله لنصلي معا يمكننا تلخيص ما تعلمناه فيما يلي كسوف الشمس هو ظاهرة تحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس يستغرق كسوف الشمس حوالي ست دقائق وأربع وخمسين ثانية يجب أن لا ننظر إلى الشمس أثناء الكسوف دون ارتداء نظارات خاصة فذلك يضر بالعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر